نشرت بلومبرغ تقرير عن السيناريوهات المحتملة لأوضاع الأسواق العالمية في العام 2023 بعد عام شهد العديد من الأحداث السلبية فما أبرز هذه السيناريوهات تتابعة في هذا التقرير وسط مخوف من اقتصاد قاتم في 2023 حددت وكالة بلومبرغ خمسة سيناريوهات محتملة لأوضاع الأسواق العالمية وأهمها ارتفاع معدلات التضخم وزيادة فترة الطاقة والغذاء وفيما يتعلق بالتضخم تشير الوكالة في هذا الصدد إلى هبوط أكثر للأسهم وسندات وزيادة قوة الدولار مع ارتفاع تكاليف الاقتراض ما يهدد بحدوث روكود تعثر الصين عنوان آخر لهذه السيناريوهات وبحسب بلومبرغ قفزت الأسهم الصينية مع اتجاه الصين لإنهاء عمليات الإغلاق لكن لا يزال الانتعاش في الأسهم الصينية هشا وأي احتمال لتعثر النشاط الاقتصادي من شأنه أن يضعف الطلب في أسواق السلع الأساسية بلومبرغ نقلا عن خبراء حذرت من التأثير السلبي لتصاعد الحرب وتشديد العقوبات على روسيا كما ستؤدي العقوبات الثانوية على شركاء التجاريين لروسيا لسيما الهند والصين إلى تقليل المعروض في العالم فيما يتعلق بالغذاء والطاقة والسيناريو الأكثر رعبا هو استخدام روسيا السلاح النووي في أوكرانيا فمن شأن ذلك إنهاء الصادرات الزراعية الأوكرانية بضربة واحدة كما حذر تقرير بلومبرغ من أن أي فشل في كبح جماح التضخم من شأنه أن يوثر سلبا على الأسواق الناشئة وأخيرا حذر الخبراء من أن ظهور سلالة جديدة أكثر عدوى لفيروس كورونا حيث أنه قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد مرة أخرى مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي اشتركوا في القناة